بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنان وبناتنا طلبة وطالبات الصف الثالث الصناعي لأقسام ميكانيكية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة وجدت لكم النهاردة بمادة جديدة وهي مادة التخطيط وإدارة الإنتاج طبعا ولدنا في أقسام التشغيل وأقسام التشكيل واللحام وأقسام السباكة والنمازج إيه عندهم مادة التخطيط وإدارة الإنتاج ومادة التخطيط وإدارة الإنتاج لازم تكون من اسمها إحنا ليه بندرس المادة دي؟ دايما أعرف إيه السبب اللي أنت من خلاله بتدرس المادة علشان تعرف أهمية المادة دي في حياتك إيه نصيحة مني أي مادة وإنت بتدرسها ما تاخدهاش على إنها مادة أنت بتذكرها عشان تنجح فيها وبس ولكن لازم تكون المادة دي تكون أنت بتذكرها علشان تستفيد منها ليه؟ لأن في حياتك العملية بإذن الله المقبلة ربنا يوفقكو حتلاقي نفسك محتاج الحاجات اللي أنت درستها دي محتاج أن أنت تطبقها في حياتك طب تعالوا نبص المادة النهاردة اسمها إيه؟ اسمها التخطيط وإدارة الإنتاج في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج إحنا بندرس مجموعة من الأبواب الأبواب دي يا أولاد حتلاقيك محتاجها جدا لو خرقت الحياتك العملية برا وبقيت محتاج أن أنت تعتمد على نفسك أيوة لو اعتمدت على نفسك وحبيت تعمل مشروع لازم تكون عارف أنت الإجراءات اللي أنت حتاخدها إيه علشان تعمل المشروع ده لما حتروح تعمل مشروع دايما في الجهات الحكومية وإنت بتسجل مشروعك بيقولك هو المشروع ده خاص بإيه؟ يعني ده مشروع صناعي ولا ده مشروع تجاري ولا ده مشروع استثماري ولا ده مشروعك ده صناعات مغزية أو صناعات إنتاجية خدمية أو حتعمل مشروع خدمي يبقى أنا بلاقي توصيف لشكل المشروع بتاعك طيب افرض المشروع ده أنت بتعمله أنت ومجموعة من زميلك هتعملوا المشروع مع بعض إذن لما تدخل زميلك مع بعض وبقيتوا كلكوا وإيدوا واحدة علشان تعملوا المشروع ده ما بقاش اسمه مصنع بقاسمه شركة بقاسمه شركة ليه؟ لأن فيه شكل للشراكة ما بينكم وما بين بعض فتيجي أنت تسجل أوراقك يقولك هو أنتو عملنا شركة شكلها إيه؟ فأنت تقف ساكت ما أنت لو رجعت للدراسة اللي أنت بتاخدها هتعرف أن فيه حاجة اسمها شركات المسئولية المحدودة شركات اسمها شركات التوصية البسيطة شركات التضامن يبقى أنت دلوقتي لما بتيجي تدرس الأمور اللي موجودة عندك الناس حطين لك المناهج دي علشان أنت تعرف تستغلها وتستخدمها في حياتك المقبلة أنت بتيجي في التعليم الفني عشان تتعلم بعض المهارات وتتعلم كمان حاجات كتير تسندك وتساعدك في حياتك العملية طيب يبقى مادة التخطيط وإدارة الإنتاج هتتكلم عن إيه؟ هتتكلم عندي عن شكل الشراكة هتتكلم عندي عن نوع المصنع اللي أنت هتعمله أو المشروع اللي أنت هتعمله هتتكلم عندي عن حاجة اسمها الأقسام الإدارية هتتكلم عندي عن حاجة اسمها المخازن عن المبيعات طب كل ده كلام إحنا شايفينه كلام ممكن يتحط على الورق واحفظه إيه الكلام اللي لازم يتفهم؟ الكلام اللي لازم يتفهم أن أنت دايما لما هتيجي تصنع منتج أو تعمل خدمة أنت محتاج أن أنت بتعمل المشروع بتاعك ده عشان تصنع المنتج وتبيعه أو تأدي الخدمة أو تعمل مشروع مغزي وحنعرف يعني إيه مشروع مغزي أنت عامل ده علشان تحقق أرباح معينة طب أنا عشان أقول إن أنا حققت أرباح مش لازم أحسب تكاليف المنتج اللي أنا عملته أيوة أنا حناخد كمان مع بعض في المنهج بتاعنا في التخطيط وقدرت الإنتاج إزاي أحسب تكاليف المنتج؟ إزاي أحسب المصاريف اللي حتكون مباشرة في الإنتاج والغير مباشرة؟ إزاي أحسب أجور العمالة اللي موجودة عندي؟ لأن في عمالة بتبقى داخلة في التصنيع وعمالة مش داخلة في التصنيع زي الناس الإداريين طيب أنا بعد ما أحسب جملة الأجور دي حقدة راح أحسب الأرباح طب هو أنا لما باجي أحسب جملة الأجور نفترض إن أنا في قسم التشغيل وديت لي عامل علشان يعمل لي مشغولة مثلا على شكل مصمار فرح يعملها على المخراطة أنا حدي له أجورته إزاي؟ أيوة لازم أحسب الزمن اللي هو استغرقه في عملية التشغيل بتاعتي عملية الخراطة اللي هو عملها عملية الألوازة اللي هو عملها ومن خلال الزمن بشوف أجر العمل في الساعة قد إيه وبحسبه عليها يبقى أنا كده قدرت أجيب أجور العمال ليه بقى مستر محمد بتقول الكلام ده؟ لأن أنا مجمل التكاليف أساسا بتتوقف في البداية على حاجتين مهمتين الحاجة الأولانية اسمها تمن الخام الحاجة التانية اسمها أجور العمال الحاجة التالتة اللي بعدها وهي المصاريف يبقى أنا دلوقتي في المنهج بتاعنا حندرس كل الأقسام وكل أنواع المشروعات والأقسام الإدارية والناس الخاصة بالسلف والناس الخاصة بالمشتريات وحندرس كمان إزاي يقدر أجيب سعر بيع أي منتج من خلال التكلفة بتاعته ومن خلال أجور العمال اللي موجودين والمصاريف والأرباح اللي إيه اللي هنحطها مش هطول عليكم تعالوا نشوف كل جزئية لوحدها نبص كده مع بعض التخطيط وإدارة الإنتاج ده المنهج بتاعنا والهدف من دراسة مادة التخطيط وإدارة الإنتاج هو المعرفة الكاملة بأنواع المشروعات وكيفية بنائها ومقومتها وأقسام المشروع وطرق حساب التكاليف عند إنتاج المنتجات يبقى أنا لازم أشوف شكل المشروع وإزاي المشروع ده يتبنى لأن طبعا أنت لما المشروع ده هتيجي تتكلم فيه فأنت بتتكلم عن أن المشروع ده بيتكون من أرض وعمالة ورأس مال وقالات وخمات ومعدات لازم تبقى عارف الحاجات دي كلها بتتكون إزاي وده اللي احنا هنشرحولك في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج ومعد كده هتبقى عارف إزاي هتحسب التكاليف عند إنتاج المنتجات اللي انت هتعملها في المشروع طب المشروعات دي أنواحها إيه؟ في عندي مشروعات استثمارية إن أنت بتضخ قدر من الأموال في قدر الأموال ده أنت بتضخه في مشروع معين علشان تحقق ربح معين وفي مشروعات بنسميها مشروعات صناعية إنتاجية أي مشروع صناعي بنصنع فيه وبنطلع حاجة اسمها منتج يبقى اسمها مشروعات صناعية إنتاجية في عندي مشروعات اسمها المشروعات المغزية كلمة مغزية دي مش يعني خاصة بالغزاء ولكن كلمة مغزية حديك تفصيلة صغيرة خالص كلمة مغزية يعني بتغزي مشروعات كبيرة المشروعات المغزية دي بتكون مشروعات صغيرة ومتوسطة بتغزي المشروعات الكبيرة ازاي يعني مثلا انت تفتكر ان الشركات بتاعة الميال غزية المختلفة هل الشركات دي بتصنع السكر لا ما بتصنعش السكر هل الشركات دي بتصنع العبوات؟ لا ما بتصنعش العبوات هل الشركات دي بتصنع السودة اللي هي سني أكسيدي الكربون؟ لا ما بتصنعهاش ولكن المشروعات المغزية دي فيه مشروع بيصنع السكر فيه مشروع بيصنع العبوات فيه مشروع بيصنع سني أكسيدي الكربون اللي هو السودة بتاعته وبالتالي دي مشروعات بتغزي المشروع الكبير اللي هو بتاع المياه الغازية الشركة بقى بتاخد كل المكونات دي وتخلطها ويكون عندها سر الخلطة فاتطلع لك المياه الغازية اللي انت بتشربها في صناعة السيارات الشركة بتاعت السيارات بتصنع الهياكل وبتصنع المواتير او المحركات يعني انما الشركة بتاعت السيارات دي ما بتصنعش زجاج ما بتصنعش كويتشوك ما بتصنعش كابلات وبالتالي الشركات اللي بتصنع الكويتش او بتصنع الزجاج او بتصنع الكابلات دي مشروعات بنسميها مشروعات ايه مغزية بقى المشروعات المغزية دي المقصود بيها هي مشروعات صغيرة ومتوسطة الهدف منها أنها تغزي المشروعات الكبيرة يبقى تاني كده من أنواع المشروعات اللي موجودة عندنا مشروعات استثمارية مشروعات صناعية انتاجية مشروعات مغزية ومشروعات خدمية والمشروعات الخدمية دي يعني مشروعات بتأدي خدمة معينة طيب هي ايه المشروعات الخدمية اللي احنا ممكن ندرسها ارجعوا لي كده لو سمحتوا المشروعات الخدمية دي يعني أنا بأدي خدمة معينة والمشروعات الخدمية دي ما لها تقتصر على شخص بعينه هو اللي بيأدي الخدمة ليه؟ لأن أنا ممكن أشوف مشروعات خدمية لو أنا فاتح مشروع وعندي ناس شغالة في المشروع ده وبالتالي ممكن الناس اللي جون المشروع أكون أنا بأديهم خدمة الناس اللي موجودة عندي دي مثلا بتيجي شغلها كل يوم متأخر فأنا هأديهم خدمة علشان المواصلاتهم مثلا فأجيب لهم أنا أوتوبيس صحيح أنا حقص منهم تمن الخدمة اللي أنا بداها لهم ولكن الاوتوبيس ده هيجيبهم كل يوم لشغلهم وبالتالي يبقى أنا استفدت إن أنا جيبتهم في معادة يبقى دي مشروعات خدمية داخلية داخل المشروع زي برضو إن أنا أوفر لهم داخل المشروع مكان ياكلوا ويشربوا فيه في البريك مثلا بتاع الشغل يبقى أنا برضو خدمتهم داخل المشروع يبقى اسمها آآ مشروعات خدمية داخلية إنما فيه مشروعات خدمية اللي هي زي المشروعات الخدمية الحكومية زي وسائل النقل وسائل المواصلات الخدمات اللي بتقدمها الدولة في رصف الطرق والتوصيل التليفونات والبنية التحتية يبقى أنا عندي خدمية حكومية ودي اللي بتقدمها الحكومة وخدمات داخلية اللي هو لما يكون أنا عندي مشروع فبقدم الخدمة دي ما تنساش إن أنت عندك من أهم المشروعات المشروعات المغزية اللي إحنا قلنا إن هي مشروعات صغيرة ومتوسطة بتغزي المشروعات الكبيرة بتغزيها بإيه؟ بتغزيها بمنتجات بس ما بتكونش منتهية الصنع يعني مثلا عندك أنت مصنع أساس مصنع الأساس ده بيصنع الكراسي وبيصنع الترابيزات وبيصنع حاجات كتير هل المصنع ده بيصنع الغرة؟ لما بيصنعش الغرة هل المصنع ده بيصنع المسامير؟ لما بيصنعش المسامير وبالتالي مصانع صغيرة بتغزي المصانع الكبيرة بالغرة وبالمصامير وزي ما قلنا زي مصانع السكر وزي مصانع الساني أكسيد الكربون وفي صناعة السيارات الكابلات تمام وفي الصناعات الدوائية برضو الناس اللي بتنتج المواد الكيموية وتوديها لمصانع الأدوان يبقى أنا دلوقتي لازم أخلي بالي من أنواع المشروعات صناعية، انتاجية، خدمية، مغزية واتفرق دايما ما بين كلمة مشروعات وشركات لما بتكلم عن مشروع بتكلم هو المشروع حينتج إيه؟ المشروع حيطلع إيه؟ إنما لما أكون بتكلم عن شركات يبقى كلمة شركات دي أنا بتكلم عن شكل الشراكة ما بين الأشخاص اللي حيبنوا المشروع وبالتالي لما تكون الشركة دي فيه شركة بنسميها شركة خاصة يبقى اللي حيدير الشركة واللي حيحط فيها الأموال هو شخص واحد يبقى دي شركة خاصة أو مشروع خاص إنما في شركات اسمها شركات التوصية البسيطة شركات المسئولية المحدودة شركات التضامن وديت بيكون فيها عدد من الشركاء وكل شريك بيحط نسبة معينة من رأس المال وبالتالي نسبته في رأس المال دي هي اللي بتحدد له قيمة أرباحه وقيمته هو في وجوده في إدارة الشركة والتحكم في قرارتها تعالوا نروح تاني نشوف الشركات بعد ما شفنا المشروعات بيقول لي أنواع الشركات من أنواع الشركات نبص كده مع بعض من أنواع الشركات الشركات الخاصة اللي طبعا اللي أنا لسه أقيل عليها إنه حيكون صاحبها هو رأس صاحب رأس المال فيها الوحيد نمرة اتنين شركات التوصية البسيطة نمرة تلاتة شركات المسئولية المحدودة نمرة اربعة شركات التضامن ودي بيكون فيها أكتر من فريق طب الشركة أو المشروع اللي أنا حعمله إيه هي مقوماته مقومات المشروع ده أولاد يعني الحاجات اللي حتقوم عليها المشروع إيه هي الحاجات المشروع عشان يتعمل لازم يكون في إيه أيوة لازم يكون في رأس مال نمرة اتنين لازم يكون في أرض نمرة تلاتة لازم يكون في عمالة العمال اللي حيشتغلوا نمرة اربعة المواد الخام نمرة خمسة الآلات والمعدات نمرة ستة البنية التحتية يبقى المقومات المشروع الصناعي علشان يبقى عندي مشروع لازم يكون في إيه لازم يكون في رأس مال اللي هو التمويل بتاعي والتمويل ده أولاد ممكن يكون رأس المال الخاص بتاعي أو يكون تمويل بالمديونية يعني يكون جايب قروض من البنوك ودي طبعا هندرسها مع بعض الأرض والأرض دي اللي لازم يتوفر فيها شروط أنها طبعا لازم تكون قريبة من شبكات الطرق قريبة من الأسواق قريبة من مصادر المواد الخام قريبة كمان من الخدمات أن يكون الأرض دي وصل لها مياه وكهرباء وصرف صحي وكذا نمرة تلاتة العمالة والعمال دول هم القائمين على العمل داخل المشروع الصناعي وطبعا العمالة في منهم أنواع كتير للعمالة والعمالة دول في منهم عمال عاديين وفي منهم عمال مهرة وعمال فنيين وعمال زو مهارات خاصة طب الخامات اللي أنا بستخدمها طبعا مش كل الخامات خامات أنا ببقى جايبها من مصادر تصنيع للخامات لا دا الخامات دي ممكن تكون خامات أولية يعني خامات لسه مستخرجة وممكن تكون خامات نصف مصنعة زي مثلا أنا استخرجت الحديد من بطن الأرض عملت له عملية استخلاص فالله أنا استخلصته دا بقى مادة خام أولية إنما الحديد دا بعد مما أنا حولته الأسياخ وألواح ما تقدرش تقول إن الأسياخ والألواح دي منتج نهاء لا دا الأسياخ والألواح دي مواد خام نصف مصنعة ليه قلت نصف مصنعة لأن أنا لسه حاخد الخامات بتاعة الألواح والأسياخ دي وابدأ أعمل لها عملية تصنيع تانية عشان أحول الألواح والأسياخ دي لعربية ليه دراجة لأي منتج نهاء الألات والمعدات وطبعا الألات والمعدات دي لازم في اتخاذ القرار بشراءها بيتوقف طبعا في البداية على رأس المال على العمالة اللي أنا حشتغل بيها على المكان اللي أنا ححط فيه الألات دي ممكن أجيب ألات كبيرة وممكن أجيب ألات صغيرة وآلات متطورة طيب بعد كده البنية التحتية اللي هي الخدمات اللي حكون واصلة عندي طب إحنا تعالى كده ناخد كل جزئية من الجزئيات دي وتعالى نفسرها نمرة واحد رأس المال طب إحنا بندرس إيه في رأس المال هو إحنا حنقول إن المقاومات بتاعتها رأس المال وبس لا طبعا ده أنا حقول إن رأس المال ده أنا حجيبه منين يعني حيتم دراسة طرق الحصول على التمويل ذاتيا أو بطرق الاقتراض المختلفة بأنواح فحنبدأ بقى وإحنا بنقول نقول عندنا تمويل ذاتي اللي هو رأس المال الخاص أو المملوك وبعد كده نروح نقول إن إحنا عندنا طرق للاقتراض اللي هي عن طريق القروض القروض بتاعتي فيه منها متوسطة الأجل وقصيرة الأجل وطويلة الأجل واللي بيديني القروض دي حاجة اسمها سوق النقد وسوق المال تعالى نشوف تاني حاجة كانت الأرض الأرض اللي إحنا حنبني عليها المشروع إحنا حنعمل عملية دراسة للعوامل والشروط اللي بيجب أن تتوافر في أرض المشروع يعني أرض المشروع دي لازم تتوافر فيها مجموعة من العوامل حنعرفها مع بعض وإحنا بندرس مادة التخطيط وإدارة الإنتاج نمرة ثلاثة كانت العمالة العمالة دي لازم نتعرف على معنى العمالة ونعرف كمان أنواع العمالة اللي بتقوم بالعمليات المختلفة في الإنتاج وطرق الحصول على العمال طب ارجعوا لي كده ثانية لو سمحتوا إحنا دلوقت وإحنا بنعمل أي مشروع لازم تكون عندي مقومات للمشروع ده وإحنا بنعمل أي مشروع لازم تكون عندي مقومات للمشروع ده يعني إيه مقومات المشروع يعني دلوقت المشروع ده حيقوم على إيه نمرة واحد لازم يكون عندي رأس مال رأس المال ده ممكن يكون تمويل ذاتي يعني تكون فلوسي الخاصة اللي أنا حابني بها المشروع نمرة اتنين إن يكون عندي أرض الأرض دي اللي أنا حابني عليها المشروع طب الأرض دي مش لازم يتوفر فيها شروط آه إحنا بندرس مع بعض بقى في الشروط دي إزاي الأرض دي تكون صالحة يبقى نمرة واحد تكون صالحة للبناء ما أنا ممكن أكون جاي بأرض غير صالحة للبناء يبقى دي مش من مقاومات المشروع الأرض بيتوفر فيها إنها تكون صالحة للبناء إنها تكون قريبة من الأسواق إنها تكون قريبة من المواد الخام إنها تكون قريبة للعمالة علشان نقدر أعمل لهم عملية النقل إنها تكون قريبة من الخدمات يكون وصل لها مية وكهربة وخدمات وصرف صحي اللي هي يعني تكون متوفر لها بنية تحتية جيدة يبقى نمرة واحد عندي رأس المال نمرة اثنين الأرض نمرة ثلاثة العمالة لما تيجي تعرف يعني إيه عمالة اعرف إن كلمة عمالة يعني هم الأشخاص القائمين على العمل داخل المشروع الصناعي والعمالة اللي إحنا بنستخدمها أو بتيجي بتشتغل معانا في المشروع الصناعي بالذات لازم بيكون لها أشكال متعددة يعني إنت لما بيكون عندك ناش شغالين في مصنع مش بيكون فيه مهندسين وفيه فنيين وفيه فنيين مهرة وعمال اللي هم اللي بيشيلوا بأيديهم فنقدر أوفر العمالة بتاعتي أو أقدر أسمي العمالة بتاعتي في أنواع العمالة رقم واحد عمال عاديين والعمال العاديين دول اللي هم بيبقوا عمال وظيفتهم أعمال عضلية يشيل حاجة يحط حاجة يناول حاجة جوه المصنع يبقى النمرة واحد من أنواع العمالة عمال عاديين نمرة اتنين عمال فنيين عاديين اللي هم اللي بيقفوا بيساعدوا الناس الفنين اللي شغالين على المكانة يبقى الفنين العاديين اللي هم عمال المساعدة اللي هو المساعد يعني عنده خبرات فنية A ولكن مش هو اللي بيقف يشتغل على المكينة نمرة ثلاثة عمال فنين مهرة العامل الماهر هو اللي بيقف يشتغل على مكينة الانتاج ويطلع منها منتجات نمرة أربعة وهم عمال فنين زو مهارات خاصة وطبعا العمال الفنين زو المهارات الخاصة دول دول العمال اللي بيبقوا موجودين علشان عملية المراجعة والقياس اللي هم بيراجوا على العمال الفنين المهرة وبما إنهم زو مهارات خاصة بتوكل إليهم أعمال الصيانة في بعض الأحيان لما يكون فيه أعطال في المكينات طب أنا دلوقتي عرفت إن من مقاومات بتاعتي نمرة واحد رأس المال نمرة اثنين الأرض نمرة ثلاثة العمالة نمرة اربعة ودي حتكون الألات والمعدات وطبعا قرار شراء الألات أنا لما باجي أشتري ألات للمصنع بتاعي أكيد بيتحكم في الشراء ده رأس المال اللي مملوك عندي نمرة اثنين خبرات العاملين هل أنا أجيب مكانة متطورة جدا وبتشتغل إلكترونيا وأنا ما عنديش عامل يقدر يشغلها لا يبقى أنا لازم أطور من نفسي زي ما أنت كده في التعليم الفني لازم تطور من نفسك وتهتم بكل مادة بتدرسها لأن أنت بتدرس مواد متطورة جدا وحتساعدك في سوق العمل بإذن الله عندي في الألات هتوقف على التكاليف بتاعتي أو رأس المال نمرة اثنين نوع العمالة اللي موجودة المساحة اللي موجودة داخل المصنع وجودة المنتجات اللي أنت عايز تطلعها كلما كانت المنتجات أنا عايز أطلعها بجودة عالية كلما هشتري مكانة وأكيد هيكون تمانا غالي جدا يبقى أنا عندي رأس مال أرض عمالة ألات وهتكلم بعد كده عن الخمات الخمات اللي احنا بنستخدمها لازم نكون في كل مصنع عارفين خواص الخمات دي إيه يعني أنا جاي بمعدن المعدن ده ممكن يكون لين وأنا مش عايزه لين المعدن ده ممكن يكون بيتأثر بمواد تانية حتيجة عليه زي مواد كيموية ويحصل ما بينها تفاعل يبقى لازم أبص دايما على المواد اللي أنا بجيبها عن خصائصها الخصائص بتاعتها اللي هي خصائص الفيزيائية والخصائص الكيميائية والخواص الميكانيكية والخواص التشغيلية وخواص التأكل والصدق يبقى لازم أبص على الخصائص دي ودايما نرتب المواد الخام اللي أنا بستخدمها في مواد خم أولية ومواد خم نصف مصنعة ومواد خم منتهية الصنع حديك مثال بسيط جدا الشجرة دي مش دي بيطلع منها الخشب وبنعمل منها الكرسي آه يبقى الشجرة دي مادة خم أولية ولكن الشجرة دي لما حعمل لها عملية التقطيع وتبقى ألواح الألواح دي مش هتبقى هي اللي أنا حاعد عليها فإذا الشجرة بقت مادة خم أولية لوح الخشب بقى مادة خم نصف مصنعة الكرسي بقى مادة منتهية الصنع يبقى أنا عارف أن الخامات تلات أنواع مواد خم أولية ونصف مصنعة ومنتهية الايه ومنتهية الصنع تعالوا نكمل مع بعض كده العوامل الواجب مراعتها أو توفرها للمشروع الصناعي نبص مع بعض قلنا العمالة أن احنا هنتعرف على أنواع العمالة وأنواع العمالة اللي بتقوم بالعمليات المختلفة بالإنتاج وطرق الحصول عليها طبعا احنا بنحصل على العمالة منين؟ من الإعلانات طبعا بالصحف والمجلات من إن احنا بنبعث للنقابات الفنية والنقابات الصناعية نقول لهم إن احنا ما عايزين عمالة معينة طبعا من كل نقابة زائد إن أنا ممكن أطلب من العمال الحاليين اللي شغالين معايا أقول لهم كلموا قريبهم اللي عندهم خبرات أو من العمال السابقين اللي تقعدوا خلاص عن العمل تمام؟ وطبعا قلت لك إن احنا ممكن نعمل إعلانات بالصحف والمجلات نروح بعد كده للجزئية اللي بعدها وهي المواد الخام وقلت لك إن بيتم دراسة خواص المواد المختلفة وكذلك أنواع المواد من حيث مراحل تصنعها يعني نعرف الخواص بتاعة المادة خواص الكيميائية والفيزيائية والتشغيلية والميكانيكية وبعد كده أقول إن أنا عندي اللي هي المواد الخام الأولية والنصف المصنعة والمنتهية الصناع تعالى بعد كده نشوف حاجة كمان من مقومات المشروع الصناعي الآلات والمعدات طبعا أنا بدرس كيفية اختيار الآلات المناسبة وكذلك العوامل المؤثرة في قرار شراءها يعني أنا بشوف اختيار الآلة من حيث خبرات العاملين اللي عندي المكان اللي عندي في المصنع هيصحها ولا لأ هل المكانة دي جودتها إيه؟ حتى تطلب عامل شكله إيه؟ وفي نفس الوقت حجيب العوامل المؤثرة في قرار شراءها وحيكون من أكبر القرارات اللي أنا حستخدمها أو حقف عندها وهي رأس المال اللي موجود عندي طيب تعالى بعد كده في عندي حاجة اسمها الأقسام الإدارية كلمة الأقسام الإدارية يا أولاد وهي عبارة عن أننا عندي أقسام داخل المشروع الصناعي الأقسام دي هي اللي بتتحكم في كل الشغل اللي موجود عندي في المشروع زي إيه الأقسام الإدارية؟ نمرة واحد عندي إدارة المخازن إحنا بندرس إيه في إدارة المخازن؟ إحنا بيتم دراسة أنواع المخازن وفايدة المخازن للمشروع الصناعي وكذلك طرق المنولة ونقل المواد وحنبص مع بعض كده على الأقسام الإدارية الأقسام الإدارية اللي موجودة عندي أهم جزء فيها بيعتبر الجزئية الخاصة بالمخازن أنا عندي في الأقسام الإدارية جزء خاص بالمخازن جزء خاص بالمشتريات جزء خاص بالمبعات الجزئية الخاصة بالمخازن لازم أبقى عارف إيه هي أهمية المخزن المخزن اللي موجود في أي مصنع بيكون له أهمية كبيرة جداً ليه؟ لأن في المخزن احنا بنهيق الجو الملائم والمناسب للخمات اللي دخلها في التصنيع نمرة اثنين للمنتجات اللي خارجها نمرة ثلاثة لقطع الغيار اللي انا هستخدمها يبقى انا المخازن بتاعتي بتهيق الجو المناسب والملائم للخمات والمنتجات وقطع الغيار وبالتالي انا عايز دايما منسوب جوه المخزن من الخمات ماينفعش المصنع يبقى شغال وبيطلب مني خمات علشان يحولها المنتجات واجه في وقت المخزن يقول له مفيش دي خلصت يبقى هو ده الجزئية الخاصة بالمخازن وبيتضمن معاها جزئية اسمها المشتريات طيب المخازن دي عمتا بيكون فيها اقسام اه طبعا بيكون فيها اقسام انا بيكون عندي مثلا لو اعتبرنا ان احنا عندنا مصنع كبير موجود في منطقة فبيبقى له مخازن عمومية وبعد كده المخازن دي بتبدأ تروح للمحافظات وبتبدأ تروح للمراكز فيبقى عندي مخازن عمومية مخازن اقليمية مخازن فرعي طيب المخازن دي واحنا بنخزن فيها الخمات وبنخزن فيها المنتجات اللي خرجة كمان من عملية التصنيع وبنخزن فيها كمان قطع الغيار هو انا دلوقتي حستخدم فيها حاجة اسمها المناولة يعني ايه المناولة؟ المناولة يعني الخمات والمنتجات دي وهي دخلة للمخزن اكيد وهي دخلة للمخزن لازم حتتعامل او تتشال بطريقة معينة لان احنا طبعا فيه خمات ومنتجات وادوات بيكون حجمها كبير فحستخدم السيور النقالة حستخدم السلالم الاوتوماتيكية حستخدم الكلاركات بتاعة الرفع بتاعتي عشان اشيلها او في بعض الاحيان الخمات والمنتجات دي لازم تكون بتتشال عن طريق عمال فنيين فيه او مهرة فيه عملية الرص علشان عمليات الرص دي تكون بشكل جيد وتكون بطريقة جيدة علشان احافظ عليه يبقى كلمة مخازن الغرض منها تهيئة الجو المناسب والملائم لمين للخمات والمنتجات وقطع الغيار باستخدم في المناولة حاجات آلية واحيانا يدوية زائد ان المخازن دي فيه مخازن اقليمية وفرعية وغيرها طبعا انا لما بروح لإدارة المشتريات عشان تشتري حاجة جبل المخازن إدارة المشتريات دي وهي بتشتري بتشتري بكذا طريقة عندي طريقة اسمها الامر المباشر عندي طريقة اسمها المناقصة عندي طريقة اسمها الممارسة كل طريقة من دول ولها الضوابط بتاعتها هنرجع لها ونشرحها مع بعض لما نرجع تاني نبص كده مع بعض على اللي جاي يبقى انا دلوقتي قلت ان اقدرت المخازن احنا بندرس فيها انواع المخازن اللي انا قلت عليها اقليمية وفرعية وعمومية وفايدة المخازن انها بتحفظ وبتوضع الجو المنائم والمناسب علشان تحفظ على الخامات والمنتجات وخطع الغيار وكذلك المنولة كمان في نقل المواد اللي هي المنولة الآلية والمنولة اليدوي تعال نشوف حاجة كمان من الإدارة بتاعت الأقسام الإدارية نبص بعد كده عندي إدارة المبعات إدارة المبعات المبعات عن متن أولاد هي عبارة عن نشاط أنا بعمله علشان أبيع منتج معين المبعات كلمة مبعات هي عبارة عن نشاط أنا بعمله علشان أبيع منتج معين وعلشان أبيع المنتج ده لازم أكون مريت بكذا حاجة إن أنا صممت المنتج وإن أنا سعرت المنتج وإن أنا عملت له ترويج وإن أنا عملت له توزيع وبقى عندي خدمة لرجال البيع يبقى في المبعات بيتم فيها دراسة مفهوم المبعات اللي أنا قلت لك إنه عبارة عن نشاط وما هي المراحل التي تمر بها المباعات بتبدأ المباعات من ساعة الفكرة اللي هي الدراسة يعني دراسة المنتج بتاعي وإن أنا أصممه وإن أنا كمان أسعره وإن أنا أعمله ترويج يعني أعمله إعلانات ويبقى عندي خدمة لرجال البيع من لحظة التفكير في إنتاج المنتج وتصنيعه حتى الترويج له ونزوله إلى الأسواق تعالى نروح بعد كده للقسم الثاني من الأقسام الإدارية أو القسم الثالث وهو إدارة المشتريات إدارة المشتريات أولاد بتكون إدارة عليها عبء كبير جد ليه؟ لأن مثلا دايما لازم يكون عندي خماد بتخش المصنع إحنا لو بنصنع منتج مثلا بيستهلك بشكل كبير يعني السوق بيسحبه زي مواد غذائية أو غيرها وبالتالي لازم المصنع كل يوم بيطلع منتج وعلشان المصنع يطلع منتج لازم يكون عندي خماد بشتغل بيها وطبعا لما تكون الخماد ده أنا بشتغل بيها يعني كل يوم بسحبها وصنحها وطلعها للسوق لازم الخماد دي ما تتوقفش لازم يكون فيه تدفق للخماد داخل المصنع وبالتالي حتكون دي شغلة إدارة المشتريات لو حصل عندي عطل في المصنع والعطل ده تسبب أن فيه جزء من الآلة مثلا تلف يبقى ده وظيفة إدارة المشتريات عشان تروح تشتري قطعة الغيار اللي حشتغل بيها يبقى عندي إدارة المشتريات بيتم فيها دراسة الطرق المختلفة للشراء كل ما يحتاجه المشروع بطريقة تحقق التوازن في الكميات بدون تكرار وكذلك الربحية يبقى أنا المشتريات هتحقق لي التوازن في الكميات يعني ما جيش فيه مطلوب من المغزن خماد يقول لي ما فيش يبقى كده توازن في الكميات وبالتالي برضو بدون تكرار يعني ما يبقاش موجود في المغزن بكميات كبيرة وأنا كمان بشتري كذلك إن أنا قدرت المشتريات لازم حبص في جودة المنتجات أو الخمات اللي هي بتشتريها علشان الجودة دي حتنعكس على جودة المنتج اللي احنا بنصنعه وبالتالي حتتعكس على جودة المنتج يبقى أنا دلوقتي لما تتعكس على جودة المنتج حيحقق لي ربحية ليه؟ لأن أنا حققل في تكاليف الخمات اللي دخلها وبالتالي حزود أقدر أزود في الربحية اللي جاية عندي طيب أنا دلوقتي لما باجي أشتغل في إدارة المشتريات دي بيتم فيها دراسة الطرق المختلفة للشراء ودراسة الطرق المختلفة للشراء أنا بحتاج حاجات كتير للمشروع عشان تحقق التوازن بكميات وبدون تكرار طب أنا لما حاجة أشتري هل مسموح لأي جهة مثلا عندي في المصنع أو المشروع اللي أنا موجود فيه إن أنا لما بتاك حاجة حد ياخد الفلوس من المصنع ويروح اشتري لأ طبعا ما ينفعش ليه؟ لأن لازم يكون فيه شفافية طب تعالوا نبص كده مع بعض رجعوا لي نشوف كده طرق الشراء اللي أنا أقدر أشتري بيها في أي مشروع علشان يبقى فيه شفافية ويكون ضامن إن أنا حققت ربحية في المنتج بتاعي لازم أكون أنا من قرار المصنع لازم أكون أنا حاسس وعارف ومتأكد إن أنا جت أفضل مواصفات بأقل الأسعار طب أنا هعرف منين إذا كدت أنا خدت الفلوس ورحت كده على أقرب ممول ورحت أقول له أنا عايزة جاء أشتري من عندك مثلا دقيق عايزة أشتري من عندك سكر عايزة أشتري من عندك حديد لو أنا بشتغل في مصانع فيها مثلا بتاعة مسامية ما أنا ممكن غيره وغيره 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 يكون عندهم نفس المنتج ويكون غيره دول عندهم مواصفات أحسن من اللي أنا رحت له وبتكاليف كمان أقل وبالتالي لازم أتحقق من إيه؟ من المواصفات والتكاليف طب الكلام ده أجيبه إزاي؟ أجيبه لما أجي أعمل عملية شراء الشراء بيتم إزاي؟ الشراء ده بيتم بالأمر المباشر؟ يعني أنا أخذ الفلوس من المصنع بتاعتي أو الشركة وأروح أشتري طب ده ينفع؟ آه ينفع إمتى؟ لما يكون الحاجة اللي أنا حشتريها سعرها موحد سعرها مش مختلف من مكان لمكان الدولة محددة سعره ده نمرة واحد الأمر المباشر حشتري الحاجة لما يكون سعرها موحد أو حشتريها لما تكون بيتم إنتاجها من جهة حكومية ما لو بتنتج من جهة حكومية يبقى خلاص بقى سعرها سابت والمكان اللي بيتبيعه هو مكان واحده بس أو من جهة عسكرية يبقى كلمة أمر مباشر إن أنا أشتري بالأمر المباشر كده بالفلوس لازم بدى الكلام ده يكون ضوابته إن أنا السعر محدد أو بنا بشتري من جهة حكومية أو جهة عسكرية طب إذا كان المنتج اللي أنا بشتريه ده موجود عند ناس كتير وبمواصفات مختلفة أو موجود كمان بأسعار مختلفة أعمل إيه؟ أشتري بطريقة من اتنين الطريقة الأولانية اسمها الممارسة الطريقة التانية اسمها المناقصة الممارسة دي أنا بجيب بعلن للناس والناس بتيجي تعمل عندي ممارسة اللي هو نشاط كل واحد بيزايد على التاني بحيث إن كل واحد بيقول المواصفات اللي عنده ويقدر يوردها لي بتكلفة قد إيه؟ وطبعا ده بيبقى فيه منافسة ما بين الناس بحيث إن أنا أخد أفضل مواصفات بأقل سعري بأنا قلت فيه إن أنا ممكن أعمل عملية الشراء بالأمر المباشر ودي لها ضوابط إن يكون السعر سابت أو تكون عندي جهة حكومية أو جهة عسكرية نمرة اتنين إن أنا الشغل عن طريق الممارسة نمرة تلاتة المناقصة كلمة مناقصة دي بقى كلمة كبيرة جدا وأشمل طبعا وحناخدها في دراستنا بشكل كبير كلمة مناقصة دي بيتعمل لها إعلان داخليا وخارجيا داخليا جوه البلد وخارجيا يعني تبقى دوليا كمان ليه؟ بهدف إن أنا أوسع نطاق المناقصة أوسع النطاق اللي حقدر يجي لي منه مواصفات كتير عشان ناقي منها نمرة اتنين إن أنا أجيب عروض أسعار كتير بعد كده نعمل فضل المظاريف للناس اللي قدمت مواصفات ونبدأ نشوف أفضل مواصفات بأقلل إيه؟ بأقلل أسعار يبقى أنا وظيفة القسم الخاص بالشراء إنه يجيب لي مستلزماتي ويحقق لي منصوب معين بدون تكرار نمرة اتنين إنه هو يشوف طرق الشراء المناسبة إذا كانت بالأمر المباشر إذا كانت بالممارسة إذا كانت بالمناقصة وطبعا على طول أول ما تخلص الجزئية دي وتبدأ تقول إن أنا عرفت أنا حاشتري إزاي لازم تروح لقسم من أهم الأقسام الموجودة في المشروع الصناعي وهو العقود العقد دا اللي هو اتفاق ما بين طرفين والعقد دا لازم يشمل على كذا حاجة يشمل على الضمان على مدة سريانه يشمل على الشروط الجزائية يشمل على غرامات التأخير ونشوف العقد دا ممكن يتلغي إزاي؟ طبعا العقود عمتا لو أنا متعاقد مع حد لتوريد سلعة معينة أو منتج معين لازم بيبقى فيه شروط الشروط دي لو أخلي بيها بيتم فسخ العقد من ضمنها إن تقديم رشوة أو استعمال الغش أو إذا أفلس أو أعصر الرجل اللي بيورد أو إن إذا توفى ودي بيبقى لها حلول تانية في حالة الوفاة مع الورسة تعالوا كده نكمل مع بعض ونشوف يبقى إدارة المشتريات عندي هي إدارة بيتم إحنا بندرس في إدارة المشتريات بندرس فيها دراسة الطرق المختلفة للشراء وكلما يحتاجوا المشروع بطريقة تحقق التوازن والكميات طبعا أنا لما باجأ أشتغل في عملية الشراء بشتري بالمناصة أو بشتري بالممارسة أو بشتري بالأمر المباشر الأمر المباشر اللي أنا قلت لك عليه لما تكون جهة واحدة هي المتحكمة في السلعة أو بيكون تمنها ثابت الممارسة يعني بنعمل نشاط زي المزايدة المناقصة وده طبعا بيتم الإعلان عنه محليا ودوليا عشان أوسع حدود المناقصة بتاعتي طيب أنا دلوقتي بعد ما عرفت في الأقسام الإدارية لازم تبقى عارف أن أنت فيه نظم إدارية أنت بتشتغل بها داخل المشروع الصناعي من النظم الإدارية دي فيه حاجة اسمها مجموعة الأنظمة الأدائية ومجموعة الأنظمة الأدائية دي اللي أنا من خلالها بجمع سلوكيات العاملين وبجمع طبعا كلمة سلوكيات العاملين يعني أنا بدر السلوك العاملين بأنظمة سلوكية وبعدين بعمل أنظمة وظائفية طبعا الثلاث حاجات دول اللي هي مجموعة الأنظمة الأدائية ومجموعة الأنظمة الوظائفية ومجموعة الأنظمة السلوكية دي دي كلها مجموعة من الأنظمة لازم تبقى عارف أنها متربطة مع بعض متربطة ليه؟ لأن أنا لما حشوف أداء العاملين من خلال النظام اللي أنا حطه في الأنظمة الأدائية وحشوف سلوك العاملين داخل النظام اللي أنا حطه حقدر من هنا من خلال سلوكهم ومن خلال أداءهم إن أنا أحط كل واحد في الوظيفة الملائم ليه يبقى لازم أبقى عارف إننا النظم الإدارية دي فيها نظم أدائية بتشوف وبتقيس أداء العاملين داخل المشروع وفي أنظمة اسمها الأنظمة الوظائفية ودي اللي لازم تبقى قاسة الأداء وقاسة سلوك العاملين عشان تحط كل موظف في الوظيفة اللي تناسبه من خلال قدراته من خلال أداءه من خلال سلوكه وطبعا مجموعة الأنظمة السلوكية هي مجموعة من الأنظمة اللي بتحدد سلوك العاملين علشان تحدد كفائتهم في أماكن عمله طيب أنا بعدما صنعت المنتج بتاعي لقيت إن عندي حاجة اسمها خدمات ما بعد البيع إيه هي خدمات بقى ما بعد البيع خدمات ما بعد البيع لازم تبقى عارف إن انت بعد البيع لازم يبقى عندك حاجة اسمها الصيانة مفهوم الصيانة نمرة اتنين مفهوم الضمان كلمة الصيانة يا أولاد معناها إن أنا لو عندي منتج وأنا ببيعه مثلا إنت بتصنع غسلات إنت بتصنع تلاجات إنت بتصنع بوتجازات يبقى لازم بعدما ببيعه أنا بضمن للراجل اللي جيه عندي واشترى المنتج ده إن لو حصل فيه أي عيب من العيوب أنا بقدر إن أنا أعمل له عملية الصيانة يعني أقدر أرجع له المنتج بتاعه المنتج بتاع اللي أنا باعته له أرجعه له يشتغل تاني يبقى كلمة صيانة يعني أنا هعمل عملية إصلاح للمنتج اللي أنا باعته للراجل طيب إيه مفهوم الضمان كلمة الضمان ده بيؤدي لقبول العميل بالنسبة لي إن العميل يكون قابلني إن العميل يكون وثق فيه ليه هو الضمان ده بيعمل إيه الضمان ده بيزرع الثقة في العميل كلمة الضمان معناها إيه إن أنا ضامن المنتج بتاعي لفترة معينة ممكن تبقى فترات كبيرة في بعض المنتجات وممكن تبقى فترات قليلة في بعض المنتجات طب هو الضمان هخلي العميل مرتاح لإيه لأن أنا لما بيكون عندي ضمان أنا بقول للعميل إن أنا خلال فترة عشر سنوات لو حصل أي حاجة في المنتج أنا حاجة أعمل لك صيانة وصلح لك المنتج طيب الكلام ده حيريح العميل ليه؟ لأن العميل ده لو بيشتري تلاجة أو بيشتري غسالة أو بيشتري تليفون أو بيشتري جهاز كمبيوتر هو ما بيفهمش فيه هو مش فني فيه وبالتالي لما بيلاقيني عامله ضمان كبير فبيرتاح نفسيا أنه لو حصل أي حاجة أنت حتيجي كمصنع تصلحها له وترجعها له زي ما كانت وبالتالي هو حيقدي لارتياح العميل ولكن الضمان ده له أشكال كتير ممكن يكون الضمان ده ضمان صريح أو يكون ضمان بنقول عليه ضمان فعلي كلمة الضمان الصريح يعني يكون ضمان مكتوب أو شفهي فيه كلمة مكتوبة وورقة مأخوذة على أن أنا مرتبط معاك بكلمة أن فيه ضمان فيه صيانة فيه خطأ فيه قطع غيار أنا بوفرها لك إنما الضمان الفعلي اللي هو من غير ما يكون عندي ورقة مكتوبة ولا أي حاجة أنا من خلالها أول ما بتحتاجني بتلاقيني موجودة عندك على طول يبقى أنت لازم تبقى عارف أن فيه خدمات ما بعد البيع فيه عندي حاجة اسمها الصيانة الصيانة دي معناها أن أنا بقدر أصلح لك المنتجات بتاعتي اللي أنا بيعها لك في أي وقت أنت بتحتاجه وبوفر لك قطع الغيار ومفهوم الضمان أن أنا بضمن لك المنتج لو حصل فيه أي حاجة يا إما بستبدلولك يا إما بغير لك قطع الغيار اللي موجودة وأنا بضمن وجودها وبضمن سلامتها وده بيؤدي الارتياح العميل بعد أنا ما بنيت المصنع وعملت أقسام إدارية إذن بقى عندي دلوقتي لازم يكون عندي جودة ليه؟ لأننا طبعا لما بيكون عندي جودة ده بيزود من ثقة العميل وبيزود كمان من مبيعاتي وبالتالي حيزود من أرباحي طب أنا دلوقتي علشان أعمل أسس للجودة لازم أكون عارف يعني إيه جودة عارفين يعني إيه جودة؟ كلمة جودة يعني مدى رضاء العميل عن المنتج كلمة جودة مفهوم الجودة يعني مدى رضاء العميل عن الإيه؟ عن المنتج طب أنا دلوقتي لو العميل بتاعي راضي عن المنتج بيرضى إزاي؟ بيرضى عن المنتج لأنه جربه ولأن الناس اللي حواليه جربته فبدأت الناس تتكلم مع بعض طيب أنا علشان الناس تبقى راضي عن المنتج ويبقى المنتج ده يعني بقى بجودة والعميل يبقى راضي عنه لازم أطبق إيه؟ لازم أطبق دراسات في أسس لإيه؟ الجودة يعني إيه دراسات في أسس الجودة؟ أشوف الجودة دي حتجي لي منين بالزبط الجودة دي حتيجي من خمات الجودة دي حتيجي من جودة العاملين اللي شغالين عندي الجودة دي حتيجي من الألات اللي أنا بستخدمها الجودة دي حتيجي من سمعيتي في السوق إن أنا كمان حشوف المنتجات المماثلية في السوق وابدأ نفسها عن طريق ان انا زود الجودة عن مقدار الجودة اللي هم مشغالين بيه اذا كانت الجودة في عملية التصنيع في عملية اخراج المنتج بالشكل المناسب اللي هو يعني عملية الترويج او اذا كان في عملية ان العميل بعد ما يشتريه بيلاقيني بسأله المنتج صالح معك ولا لا المنتج شغال بشكل كويس ولا لا يبقى انا هنا في اسس الجودة دي بيتم دراسة الاسس المحققة للجودة من خلال مقومات الانتاج المختلفة جودتي حدرسها من خلال السوق عن طريق ان انا شوف منتجي ومنتج المنافس ليه اللي اتنين بيختلفوا عن بعض ازاي دراسة الجودة او اسس الجودة حشوفها من خلال القوة البشرية لما اجا شغل الناس عندي لازم الناس اللي عندي يكون شغالة بجودة عالية ويكون انتاجيتها مختلفة نمرة ثلاثة الالات من انا ممكن اجيب الات يدوية وممكن اجيب الات اوتوماتيكية واجيب الات بتشتغل بالنظام الالكتروني او كمبيوترايز دي يعني الخامات والمواد طبعا لما اجي اعمل اي مشروع وطلع منتج المنتجات طبعا الخامات بيبقى لها درجات كتير ودرجاتها متفوتة يبقى انا لو دخلت الخامات اللي هتخش عندي في التصنيع وكانت الخامات دي بجودة عالية اكيد كمان انا هخرج المنتج بتاعي بجودة ايه بجودة عالية يبقى انا دلوقتي كلمة مفهوم الجودة الجودة هي مدى رضاء العميل عن المنتج نمرة اتنين علشان اوصل للجودة دي واوصل للرضاء العميل ده لازم اعمل دراسة لأسس الجودة الدراسة دي بتتم ازاي الدراسة دي بتتم عن طريق ان انا بدرس السوق بدرس القوى البشرية اللي عندي اذا كنت محتاج ناس متطورين ناس عمال وفنيين دقتهم عالية وجودتهم عالية وده طبعا هيختلف هيأثر على اجورهم حشوف الالات والمعدات اللي انا بشتغل بيها لو اشتغلت بالات جودتها عالية اكيد حتطلع لي جودة عالية في المنتج الخامات والمواد ده برضو اللي انا حشتغل ايه اللي انا حشتغل بيها دي كلها حاجات حتأثر على أسس الايه على أسس الجود هنيجي بعد كده لجزئية مهمة جدا وهي جزئية حساب التكاليف الجزء الاولاني كل اللي احنا تكلمنا فيه ده اللي هو الأخسام الادارية ومقاومات المشروع ورأس المال والعمالة والأرض والآلات والكلام ده كله دي كلها الجزء النظري المنهج بتاعنا بينقسم الى جزئين الجزء الاول اللي هو الجزء النظري اللي احنا تكلمنا فيه عبارة عن مخازن عبارة عن تسويق عبارة عن جودة عبارة عن عقود عبارة عن مشتريات عبارة عن مقومات المشروع أرض وعمالة ورأس مال وآلات ومعدات وخمات وغيرها زائد ان احنا كمان بندرس أنواع الشركات وأنواع المشروعات طب الجزئية التانية ايه انت لما حتبني اي مشروع وتعمل الأقسام دي كلها انت عاوز توصل في الآخر إلى ربحية ومكسب انت بتضخ اموال وحتنتج وتدفع أجور وخمات وبالتالي انت محتاجي بقى عندك ربح طب انا دلوقتي لما حاجي عشان اجيب الربح ده مش لازم اكون حاسب التكاليف اللي موجودة عندي ايوة لازم اكون حاسب التكاليف طب التكاليف عندي لما باجي احسب عملية التكاليف دي انا بحسب عملية التكاليف ازاي لازم احسب طبعا قيمة الخمات اللي دخلت في التصنيع لازم احسب قيمة ايه الاجور العمال اللي موجودة عندي في التصنيع لازم احسب المصاريف المباشرة والمصاريف الغير مباشرة اللي دخلت في عملية التصنيع طب انا دلوقتي يا ولاد لما اجي احسب الكلام ده كله حتقول لي من تجد دلوقتي وقلتلي خمات طب الخمات احنا رحنا اشتريناها من مكان وجبنا الخمات اللي هنشتغل بيها نمرة اتنين قلت لي عمال هو العمال دول هنحسب اجورهم ازاي اقولك بقى تعال اوف هنا ليه عندنا في قسم تشغيل المعادن عندنا الطلبة طبعا كل شغلها اللي هي بتدرسه عبارة عن تأب عبارة عن خرط عبارة عن قشط عبارة عن تفريز عبارة عن تجليخ وبالتالي لازم يقدر يقول ان انا لو عندي ده منتج وانا بعمله عملية خراطة لازم اعرف هو انا حاخد زمن قد ايه لما اعرف الزمن اللي انا حعمل فيه عملية الخراطة او اعرف الزمن اللي انا حعمل فيه عملية القشط او اعرف الزمن اللي حعمل فيه عملية التفريز او 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 بعد اما بجيب الزمن ده بحط معاه شوية ازمنة اللي هي زمن التجهيز وزمن التحميل وأبدأ بعد كده جيب الزمن الكل اللي موجود عندي عشان أبدأ أحاسب عليه العامل يبقى أنا في الجزئية الخاصة بالتكاليف فيه جزئية منها هتبقى خاصة بقسم التشغيل حيجيبه الأزمنة وفيه جزئية خاصة بقسم التشكيل واللحام ودول اللي هيقدروا يحسبولي تكاليف إيه بقى نمرة واحد أنه يجيب لي تكاليف عملية اللحام أنا دلوقتي لما باجي أعمل عملية لحام لجزئية معينة عملية اللحام دي مثلا لو ده الحام بالأكسي أستلين اللحام بالأكسي أستلين انت استخدمت فيه إيه؟ استخدمت فيه أكسوجين استخدمت فيه أستلين استخدمت فيه سلك الحام وبالتالي أنا حقدر أحسب كمية الخامات المستهلكة والغازات المستهلكة ممكن أقول خاماته بس على أساس أن المعدن أو اللي هو سلك اللحام والأكسوجين والأستلين اللي أنا استخدمتهم برضو يعتبروا من خامات اللحام يبقى أنا هعملها إزاي؟ هحسبها عن طريق طول خطوط اللحام واعرف معدل الاستهلاك بتاعي بستهلك قد إيه أستلين بستهلك قد إيه أكسوجين بستهلك قد إيه سلك الحام نفس الحكاية إن أنا لو بشكل منتج معين بالحدادة وبالتالي لازم أعرف إيه هي الأدوات اللي أنا هستخدمها وحتاخد مني وقت قد إيه يبقى أنا دلوقتي هعرف أجيب الأزمنة بالنسبة لقسم التشغيل وحقدر أجيب برضو الأزمنة وتمن الخامات في قسم التشكيل واللحام طب بعدما نجيب الأزمنة ونجيب أجور العمال هنا أو هنا لازم أعمل إيه؟ لازم أروح أحسب بقى التكاليف أنا عندي تكاليف بيكون غير مباشرة هي التكاليف المباشرة اللي هي تمن الخام وأجور العمال إنما التكاليف الغير مباشرة ممكن يبقى فيه مصاريف نسرية ومصاريف نقل وغيرها وغيرها لو بقى عندي تمن خام وأجور عمال ومصاريف غير مباشرة أنا حقدر أحسب جملة التكاليف وأحسب عليها الأرباح تعال نشوف مع بعض حنعمل ده إزاي حساب التكاليف بيتم دراسة الطرق المختلفة لحساب الأجور من خلال حساب أزمنة القطع لعمليات الصناعية المختلفة وكذلك حساب التكاليف المختلفة تمام التي تقوم عليها عمليات الإنتاج وكذلك الأرباح وسعر البيع طيب وفي تلك الجزئية من حساب أزمنة القطع وده بيكون لقسم التشغيل بيتم حساب أزمنة القطع المختلفة على الماكينات المختلفة باستخدام المعطيات المختلفة زي سرعة القطع والتغذية وغيرها لعمليات القطع على المتقاب وعلى المقشطة وعلى المخرط طب لو رحنا لقسم التشكيل واللحام بيكون عندي جزئية طالب من خلالها بيحسب إزاي تكلفة اللحام بالأكسي أستلين علشان يعرف طبعا ده بيكون من خلال طول خطوط اللحام وبييجي بعد كده بيجيب خطوات التشكيل في عمليات الحدادة المختلفة طيب لو إحنا عايزين نجيب سعر البيع فأنا باجي أعمل كده أقول إن سعر البيع عندي وذلك من خلال حساب جملة التكاليف وجملة الأجور وحساب الأرباح لإيجاد سعر البيع للمنتج طب الكلام ده بيباني إزاي هقول لك بكل بساطة الكلام ده بيباني إزاي الكلام ده بيكون عن طريق إن أنا بعمل مؤيسة بحط فيها تمن الخام وحط أجور العمال والمصاريف الغير مباشرة والأرباح لو أنا جمعت كده أجور العمال وتمن الخام بتديني تكاليف أولية لو جمعت عليهم تكاليف أولية ومصاريف غير مباشرة فده بيديني تكاليف الإنتاج لو جمعت تكاليف الإنتاج مع الأرباح فده بيديني التكاليف النهائي بكده أولاد يبقى إحنا عارفنا إحنا عندنا أقسام إدارية ومقاومات مشروع وكمان عارفنا إزاي حنعمل عملية الحسابات للتكاليف المختلفة إذا كنتوا بقى عايزين تعرفوا حنذاكر مع بعض إزاي وإزاي حنجاوب على كل أسئلتنا وإن شاء الله نكون من المتفوقين يبقى لازم تنتظرونا في الحلقات القادمة إلى أن نراكم على خير بإذن الله نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته